السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة باسمتي للتفصيل والخياطة في هذا الفيديو طريقة التفصيل وخياطات غوب غوب تاعبنات انتع خرجها موديل كاشكار هنا نعطيكم الشرح طريقة التفصيل على الورق ونولي نطبقه على القمش هنا هاد الورق شريته باش ننخدم الباترو ينباع في المحلات تعلم اللي بعمواد غدائية نشريه بالله كما نقولوا هكا لي يعطاني بالباكي مرات 10.000 مرات 15.000 كل مرة وكيفاش مهم كيتحتاجوه تلقاواه في المحلات تع مواد غدائية اللي يبيعو فيه التمر يبيعو فيه تلقاواه في المحلات هنا نبديو طريقة على رسم الباترو على الورق راني رسمة الجيهان تعال الخلف نرسم لكم الجيهان تعال امام دورة الكاتيف 20 سنتيم دورت هنا يدرنا 20 سنتيم اللاطاي الآل دورة الخصر درت 41 سنتيم زدت 1 سنتيم تاع الخياطة تزيدوا تقدروا تزيدوا حتى الزوج سنتيم نقطة التركيز هنا نزلت نقطة التركيز 22 سنتيم ودرت دورة الصدر ودرت دورة الصدر 28 سنتيم وتقدروا تزيدوا حق الخياطة في الجيهان تعال امام في الدورة تعال ايبيت تدخلوا بواحد سنتيم وهنا دورة الخصر درنا طول الخصر وهنا دورة الخصر 25 سنتيم والامام والخلف درت 7 سنتيم ونزلت في الجيهان تعال الخلف بربعة سنتيم وجيهان تعال امام كاشكر تفصلوا الخلف وحده وتقولي وتفصلوا الامام هنا عندنا في الزيادة تعال الكاشكر درت 20 سنتيم وعندنا ربعة سنتيم زيادة درت 16 سنتيم وعندنا ربعة سنتيم زيادة يعني 20 سنتيم الربعة سنتيم تعارفوني على زيتها في الخياطة هاي ربعة سنتيم قلت لكم زيادة هنا عندي 41 سنتيم افطل خصر افطل خصر 24 سنتيم افطل خصر هاي ربعة سنتيم هادي قلت لكم عندنا زيادة في الكاشكر تجيهان تعال امام هنا تقوصوه في اللي وهنا الرسمو الباترو انتع للخلف اللي رسمته وتقولي وتديرو الكاشكر فهالطريقة سهلة جيكم سهلة عطيتكم طريقة حتى المبتدئات يقدرو يخدموه تديرو غير زيادة في الاول وتولي وتديرو تتراصيو الجيهان تعال الخلف باش تخرج لكم كالامل هاي عندي جيهان تلكاتيف ننزله للكاشكر هنا زيادة تزيدو كتلكم ربعة سنتيم هاي تكون عندكم زيادة ربعة سنتيم مجيها انتع دورة الخصر ومجيها انتع دورة الكاتيف تزيدو الكاتيف تزيدو عليها ربعة سنتيم هاي تتراصيت هنا على الجيهان تعال الخلف وهنا يبقى لنا باش نتتراصيو الكاشكر جيبوا المستارة وتمشيو فين زيتو أربعة سنتيم شوفوا تلاقيوها فين تتراصيتو في الاول الطريقة تجيكم ساهلة عطيتكم كما نقولوا عطيتكم باترو ساهل تال كاشكر وتقولوا وتفصلوا الباترو اللي خدمتوه هنا تتطلعو في الجوانب عند دورة الخصر تتطلعو بزوج سنتيم باش ما يجيكمش نازل من الجوانب انتع دورة الخصر وهنا نقصو الباترو اللي رسمناه وتقولوا وتفصلوا عليه هاو راني مقصة جيها الخدمت واللي تخدمت معاكم لازم حتى نتأكد في الاول قعدوا نقولي نخدم معاكم كما نقولوا الباترو والباترو كيتخدموه تخليوا عندكم كيتبغيوا تخدموه تجيكم طريقة ساهلة ولكن عندكم القياس كبير تزيدوا عليه في القياسات غير هو وتزيدوا القياسات هيا نفصلها باش نقولي نفصل على القماش ميا لان الكاتف هاو كملت هاي الربعة سنتيم اللي زدناها الربعة سنتيم تديروا السورجي وتطويوها في الجيها نتع الامام عندي الامام وعندي الخلف تخدموه قبل الخلف وتولي وتخدموه الامام هنا طويت القماش راني طاويته على زوج وراني دايرا ما يبانش مليح للقماش جاء كما نقولو ناصح على الكاميرا جاء بان كما نقولو بيد ثلاثة متر انتع قماش هنا راني دايرا شوفوا الامام والخلف واللي بقالي من هي من الجيها للأخرى نقلع الجيها السوفلية انتع الاغوب هاو راني طاوية شوفوا راني طاوية هنا وهذا اللي را عندي منها حق هاي هنا نخدم الجيها انتع الامام والخلف ونخدم الجيها السوفلية واللي بقالي على هاد الجيها را على على واحد على ورقة واحدة نخدم به الأكمام انتع الاغوب ونخدم الحزام هاي شوفوا هنا شحا را عندي العرض را عندي تسعين سنتيم في العرض انتع الكاشكر في انتع الاغوب في انتع كما نقولون الجيها السوفلية انتع الاغوب هاو قلعت هنا حق الكمام وهذا قد لكم يبقى لي الجيها السوفلية انتع الاغوب واللي راني دايرة عليه الباترو نخدم الجيها العلوية انتع الاغوب هاي قصصت انشاء الله ستكونوا فهمتوا الطريقة انتعطي القوماش ونقول اللي نطويه كان مطوي على زوج نقول اللي نطوي على الاربعاء ونفصلوا به الجيها السوفلية هنا نفصل الامام والخلف درت الباترو ونفصل كي يكون عندكم باترو جيكم طريقة سهلة هنا في الارض شوية الفصلة جينا صعبة ما تجيش كما الطاويلة الطاويلة احسن لكن بغيت نفصل باش كما نقولو اتبالكم مليح هنا عندي الزيادة زوج سنتيم هادي الجيهان تعالخلف وتبقى لنا الجيهان تعالامام واللي بقى لنا نطوي واهم فصلوا جيها هاد للقوماش كراب فروازي فيه كل امام كل الخلف ما فيش الامام والخلف فيه فيزوش كيف كيف ما تقدروش تتفصلوا بالامام والخلف هايتولي وتحطوا الباترون تعكم وتفصلوا الامام وتفصلوا الجيهان تعالامام تقبضوا دايما بالإيبانك باش تساعدكم في الفصاله والباترون تخليوا عندكم وتخكم كيف بغيت تفصلوا اجيكم طريقة سهلة كل باترون واجد هاية بعد ما درت الباترون نفصل نفصل زوجت على الامام كيلي تقول لك الخياطة سهلة لك الخياطة فيها تعب كبير فيها حتى الفصالة صعيبة حتى الفصالة انتاحة صعيبة بزاف وتعيي كين خياطون عيا كيما نقولوه بالواحد يتعب بزاف باش تخيطي حاجات التعب هيا شوفوا الربعة سنتيم لازتهاوت لكم تطويوها في الامام تخدموها بلافيزلين اللاسق هنا هاني درت الجيهة السوفلية مع الجيهة انتاع العلوية انتاع اللاغوب تولي وتفصلوها على حساب دورات الخسر ديرو كشكاشا في الجيهة السوفلية درت خليت قيمة ربعة سنتيم ودرت كشكاشا في الجيهة السوفلية ديكم كشكاشا صغيرة ما ديش كبيرة ما درتش لاستيك درت كشكاشا زدت على الجيهة العلوية ربعة سنتيم هيا شوفوا هنا درت دورة الخسر عفوا دورة الأرداف وزدت عليها درت عليها زيادة هنا باش يجيني فيه زيادة رفيز زيادة رفيز زيادة رفيق لكم ربعة سنتيم زيادة في دورة الخسر في الجيهة العلوية ديرو كشكاشا صغيرة كشكاشا ما داستي كبيرة يجيكم وطولة وديرو الطول اللي تحتاجوه درت هنا الطول متر وتمانية وتلاتين سنتيم درت في الجيهة السوفلية درت متر وتمانية وتمانية سنتيم سنتيم والجهة العلوية المهم الطول كل الجاني متر وثمانية وثلاثين سنتيم هنا في الجهة تاعة دورة الخسر في الجهة السفلية تنزلو بزوج سنتيم وتخدمو بها الطريقة باش يجيكم مع الجهة العلوية هنا غير يبالكم هكرا عندها زيادة أربعة سنتيم كيف تفتحوه يجي أعريض على دورة الخسر انتع الجهة العلوية طول متر وثلاثين سنتيم تقصو الطول اللي تحتاجوه وهنا عندي طول متر وثمانية سنتيم المهم كل واحدة تقصو الطول اللي تحتاجها وهنا نقلعو الجوانب باش ميجوكمش مجوناح هاي هنا جاني قد قد هاي كملت هاي طريقة نتعرف الصلاة يبقاوا لي الأكمام ها هو الكاشكار و الفي يجي شباب ما يجيش مفتوح باززاف الفي يجي مستول كاي اللي بغي دي اللي بانس تقدرو تديرو اللي بانس تزيدو في القياسات تزيدو زوج سنتيم تالي بانس هاي ربعة سنتيم و تطويوها خدمتها بلافيزلين اللاسق نقبط بالايبانك باش ننحدد و نولي ندير لافيزلين اللاسق احسن احسن اضعوا فيزلين اضعوا في المكوات اضعوا في المكوات اضعوا في المكوات كانتence سوف تأكد في علاق الجهاز لاحبنا اضعوا المكوات هنا في دورة الكم 22 سنتيم قد الكم فيها لاستيك وهنا تديروا على حساب دورة الايبت وتفصلوا الكم وتعرضوا الكم باش تديروا لاستيك باش تلموا بلاستيك نا دايما تتقسمو في الواسط 1 طن لكم 62 سنتيم فيه لاستيك قد الكم كديروا لاستيك يقول لي تكمش لكم فيه السورجي وفيه الكفنت على لاستيك ترجمة نانسي قنقر هنا عندكم تكمشات على لاستيك هنا دورة السورجي وفيه الكاشكار دورة في زوج والتي تلصغت بلافيزلين اللاسق را عاد المكوات كان فيها البوخار باش يلصق المليح هيا ندير خياطة في الكاشكار ونلاقي الأمام مع الخلف ونلاقي الأكمام ونلاقي الجهة السوفلية نتعى نتعى الكاشكار حتى ندير كشكاشة في الجهة السوفلية عادوا نلاقيها مع الجهة العلوية نديروا كشكاشة صغيرة بالخيط تفوتوا على الماكينة وتجيب دور خيط ايه هنا نقبط بالايبانك باش نخيط باش ما يخرج ليش باش يخرج لي جد جد باش ما يخرج ليش عوش هنا تبغيوا تديروا بروش تبغيوا تديروا أي حاجة هنا نقبط بالايبانك باش ما يميلش باش يقعد هاي باش يقعد نيشان ما يقعدش ما يخرج ليش جهاد هاي باش يخرج لكم بها الطريقة لازم تديروا الإيبانك قبل ما تخيطوا ننولي اللاقي الأمام مع الخلف ونلاقي الجهة السوفلية قلت لكم حتى تديروا لها تكميشة وتلاقيوها تديروا لها تكميشة صغيرة ما تجيش تكميشة غي صغيرة باش يجي الكاشكار شباب نخيطهم ونوريكم النتيجة النتيجة النهائية تعلقوا بكملتها لقيتها يقود لكم تكميشة صغيرة هوا جا شباب درت لها الحزام جا شباب جا طوب جا روعة يجيو كتا المحلات بالسور جيو بالقيادة كيكون الفينيسيو شباب يجي لغو بطوب يجي روعة الضو شوفوا لكم دا كلون تاعة كلي أغلب الضو لا طايل قال تقدرو تديرو لا تزين تديرو وريضات تديرو اي حاجة تقدرو لي بغي زيين تقدرو تزينو لكن تديرو بالكتة تخدمو باللافيز لللاسيق تحدو امليح بالميكوات باش ما ينفتح الكومش هيا كملتا هنا تقصو الخيطان ودلكم الفينيسيو جا شباب نخدم كل شي بالسورجي هادي هي النتيجة النهائية نعطيكم هنا ثمن هنا عندي غوب اخر نكمل هذا وندلكم الغوب الثاني تعمل الخيطان تحد لغوب بش حال تخيطوها هادي هي النتيجة النهائية وان شاء الله تعجبكم ومع السلامة ونتلقى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة